ملفات كثيرة جدا عندنا ملف الانشاءات والتطوير الخدمي داخل النادي خلينا نبدأ بفرعة تجمع مشروع عملاق بدأ بالفعل في النادي الاهلي وان شاء الله يكون هو المشروع الأكبر في الفترة الجاية اللي بينجزه مجلس الإدارة الحالي والمسؤولين في النادي له يريد تكلمنا شوية عن تفاصيل هذا المشروع والمميزات اللي حتميز هذا المقر الجديد من مقر النادي له يمكن حضرتك يعني برضو استضافت قناة الاهلي والبرنامج الاهلي الليلة استضاف المهندس السامح علي كامل المشار الفني وشرح بالتفصيل الخطة الانشائية للنادي الاهلي زميل العزيز أستاذ صارق أنديل برضو جي وتكلم عن العضوية وعن ظروف الاشتراكات خليني بقى أنا أبطس من منظور تاني ونقول إيه المشروع النادي الاهلي وإيه خطة النادي الاهلي النهاردة وإحنا بنفتح فرع يعني أو إحنا وكانت مبنية يعني دي يعني خبرات مترقمة وجيل بيكمل جيل يعني إحنا من فرع مدينة ناصر لفرع الشيخ زايد لفرع التجمع الخامس أنا على المستوى الشخصي حقول لحضرك حاجة عن خبرة شخصية أنا من عشرين سنة بالزبط كنت مدير فرقة السباحة في النادي الاهلي وكنا لسه فرع مدينة ناصر لسه فاتح بقاله سنتين وكان فرع بكر لسه ولما رحنا وأسسنا لمدارس السباحة ومدارس الألعاب هناك قلت لهم إن مستقبل الرياضة في النادي الاهلي جوى الفرع ده لأنه لسه كانت منطقة مدينة ناصر منطقة لسه جديدة أو كانت منطقة سكنية لسه ما بقالهاش عشر خمسون سنة فكانت أغلبها حديثة زواج وكانوا صغار السن فكانت العمار السنية المشتركة عندنا أقل بكتير من اللي موجودة في الجزيرة جزيرة منطقة الزمالك والمهندسين وسط البلد كانت منطقة أكبر شوية متوسط الأعمار فيها أكبر فكان عندنا رافض رئيسي النهاردة حضرتك لما تيجي تراجع في النشاط الرياضي التكوين هتلاقي أغلبية الفرق الرياضية مكونة من الناس اللي بدأت النشاط في فرع مدينة ناصر نفس القصة في الشيخ زايد الشيخ زايد برضو كمنطقة سكنية حديثة كانت دخلنا وخدنا الأرض دي ويمكن حصل عدم توفيق شوية في الشيخ زايد إنها خدت فترة طويلة من المجالس السابقة لأن حصل ظروف بعد ما خدت الأرض ظروف ثورة 25 يناير وبعدين توقف والظروف اللي حصلت في البلد فيا دوبك عبال ما افتتحنا اللي كان مجلس مهندس محمود طهر سنة 2015 كانت اتأخرنا شوية يمكن نيجي بقى على ملف التجمع ويمكن الناس بتقيس على الكلام ده وجهة نظر في التجمع كانت إن حضراتك تعمل شبكة الخدمات بتاعتك متصلة في كل حتة في القاهرة الكبرى إحنا النهاردة عندنا في الشيخ زايد عندنا في وسط البلد في الجزيرة المقر الرئيسي التاريخي للنادي الأهلي عندنا فرق مدينة ناصر في مدينة ناصر ومنطقة مدينة ناصر ومصر الجديدة شوفنا القاهرة الجديدة أمل ومستقبل وبرضو نفس القصة متوسط أعمار صغير وكمان منطقة دي تتميز إن مفهاش أندية بالمعنى الرياضي فتحة هناك لسه فيمكن يكون النادي الأهلي هيبقى عنده ميزة تنفسية في التعادل عنده ميزة في الحتة دي وفيه انتظار كبير لي مشروع كبير وضخم منطقة عملاقة لأن النهاردة أنت المنطقة دي تقدر تخدم التجمع الخام التجمع كله بكل ضواحي بانتداد الخاص بالمنطقة دي اللي فيه عمران ودرس عمران بتخدم العاصمة الإدارية الجديدة وبتخدم حواليها مناطق كتيرة جدا تقدر تبقى مشتركة وتقدر أنها تجيب أولادها ويبدأوا يتعلموا الرياضة في النادي الأهلي طبعا اسم النادي الأهلي كفيل أنه يجذب الناس للاشتراك لأنه نحن النهاردة خلينا نقول أن الأسرة المصرية معدل صرفها بقى مختلف يعني بقى فيه معدل صرف كبير على الرياضة والرياضة بقت من الحاجات المهمة والأساسية في مصاريف الأسرة المصرية بالضبط والمكلفة زيها زي التعليم زيها زي الأكل والشرب فيه ناس بتشوف أن الرياضة دي مكمل وبقت بتقتنع بيها أنها مكمل في التربية من أولادها بيشوفوا بس أنها مش رفاهية دي نمط حياة بالنسبة لأولادهم أمر مهم جدا بالضبط طبعا نهيك عن الأمثلة الرياضية المميزة تسوى النادي الأهلي أو على مستوى مصر كلها بيجذب الناس أنها نفسها تشوف أولادها بالنجاحات الرياضية دي فالنهاردة النادي الأهلي راح للناس دي وراح في منطقة مميزة جدا في التجمع الخامس يمكن إحنا النادي الأهلي متوجد في حتة اسمها الجولدن سكوير أو المربع الزهبي في التجمع الخامس اللي هو في مكان متوسط لكل المشاريع المميزة وبيخدم جميع الناس جميع الفئات وجميع المعارض اللي حاجة بتكلم عنه ده حاجة مهمة جدا لأنه كتير من المشاريع العقار في التجمع بتبني تسويقها ودعايتها للعملة بتقول لهم إحنا في الجولدن سكوير بالضبط كده أفضل منطقة في التجمع النهاردة برضو عشان حركت قياسنا على ده إحنا خدنا الخبرات دي من فرع مدينة ناصر كانت الناس بتقول أمام النادي الأهلي النهاردة في الشيخ زايد بيقولوا أمام النادي الأهلي النهاردة في التجمع ابتدى في مشاريع جديدة تطلع وتقول بقرب من النادي الأهلي النادي الأهلي بيبيع للمشاريع دي النادي الأهلي اسم كبير فإحنا إن شاء الله متوقعين فيه يعني يبقى فيه إقبال كبير جدا يمكن الفترة اللي فاتت إحنا الفرع كان لازم أمام أستاذ إبراهيم خدته الموافقات في زمن قياسي بالنسبة لموافقة فرع جديد لأي نادي دي حقيقة دي حقيقة ويعني يمكن بوز المجهود كبير جدا ومحدش تأخر إن هو يقدم كل جهده عشان نحصل على الموافقات بأسرع وقت وفي نفس الوقت إحنا ما كناش قادرين نسوق أو نعمل الكلام ده قبل الجامعة العمومية كنا الدراسة بتاعتنا كنا عاملين حسابنا على إن يبقى عندنا حوالي تقديم لخمسين عضوية إسبوعية الأرقام اللي عندنا لا أكبر من كده في كتير يعني إحنا يمكن بقالنا بالزبط شهر شهر ونص إحنا المتوسط الإسبوعي يتروح من 150 إلى 250 عضوية طلبات عضوية أرقام يعني بنتكلم في الشهر ما يزيد عن ألف عضوية بالزبط كده طيب يعني الخطة ماشية كمان لأن ده بيبقى له نعكاس على الموارد والتمويل وصير حركة العمل في الفرع الجديد طبعا وعايز أقول برضو من هنا إن فرع التجمع لأن فيه كلام كتير تقال إن الفرع إن شاء الله حيبقى جاهز خلال 3 ل 5 سنوات وكلام ده كله لا الكلام ده مش فقطتنا خالص فرع التجمع قياسه غير قياسه على فرع الشيخ زايد لأن الشيخ زايد زي ما قلت الحرق حصل ظروف للدولة ككل أثرت على موعيد افتتاح الفرع لكن إحنا الخطة والأقرها المهندس السامح علي كامل لما كان مع حرق إن إحنا إن شاء الله خلال سنة ونص يعني منتصف عشرين عشرين يكون النادي الأهلي فاتح للأعضاء ويقدروا يدخلوا ويمرسوا رياضتهم ويعودوا كأي نادي هي المرحلة الأولى المرحلة الأولى والرئيسية اللي حتوبة أكتر من نص النادي وحتى الشيخ زايد لما تم افتتاحه بعد التعطل اللي حصل نتيجة للأحداث اللي حداك أشارت إليها كان على مراحل دلوقتي يعني افتتاح تم بمراحل ولسه في فرص تانية الشيخ زايد طبعا حصل تأخير وبتدينا نرفع برضو معدل الاشتراك في الشيخ زايد لأنه كمان إحنا إن شاء الله في واحد اتنين واحد فبراير في زيادة في العضوية في الشيخ زايد من 125 ألف ل 175 ألف فمعدل العضويات اللي جاية في الشيخ زايد خلال الفترة اللي فاتت دي إذا كنا بنتكلم في التجمع على 150 ل250 لا الشيخ زايد بيوصل في الأسبوع من 300 إلى 500 عضوية ومش ملحقين يعني إحنا الأسبوع اللي فات عاملين أربع لجان عضوية مش ملحقين على الشيخ زايد الناس معتبر أن دي فترة فيها أفر مميز للاشتراك بالزبط كده وميزة لأنهما شافوا الشيخ زايد وشافوا المصوى بالأمانة والقيمة اللي بدأت بها في التجمع قيمة الاشتراك حاليا 200 ألف جنيه حاليا بتدفع ممكن فيه نظام تقصيد مع النادي دايريك بتدفع نص المبلغ وبتقصد الباية على أربع سنين وحنيجي للتفاصيل دي كلها حابد شكل كمان مريح جدا في طريق السرالي بالزبط على أساس أن فيه فترة وبرضو الشيخ زايد فيه إمكانية للتقصيد لكن اللي عايز أقوله كمان أن احنا الشيخ زايد الرقعة الحالية اللي موجودة يعني تم إنجازها خلال الفترة اللي فاتت لكن طبقا للخطة الإنشائية اللي اتناقشت مع حركة الإسبوع اللي فات احنا إن شاء الله حنضاعف الرقعة دي خلال السنة اللي إحنا فيها بحيث أن بعندي استعداد أنا مبخدش يعني دي ميزة النادي الأهلي برضو عشان نتقارن مع بعض الأندية مش هقول المنافسة لكن بعض الأندية المنتشرة اللي عندها نتورك أو شبكة أندية الميزة إن انت مثلا فرع الشيخ زايد 125 فدان الأندية دي بتبقى من 5 ل 10 فدانين بحجمها صغير جدا وبتقبل عضويات مستمرة بعد فترة بيحصل تكدس أو بيؤثر على الخدمة أنا النهاردة عندي ما عنديش تكدس في الشيخ زايد لكن ابتدى يحصل إن الفرع فعلا بيبقى مرتدينه كتير جدا لأن الفرع جميل جدا الخدمات فيه ممتازة على أعلى مستوى الناس شايفة مستوى الخدمات سواء الخدمات الرياضية في الجيم أو للخدمات لولادهم الخدمات الاجتماعية اللعب الترفيهية للأطفال كل الكلام ده مميز بشكل جميل جدا واتعمل بشكل ممتاز في الشيخ زايد الناس شايفة فلازم نضاعف الرقعة خلال السنة الجاية بحيث أقدر أستوعب أعضاء جديدة بنفس مستوى الخدمات وزي ما المهند السامح علي كاميرا قال لحضرتك في خطة الخمس ملاعب والخطة دي اتناقشت في أول السنة وبناء عليه حددنا حجم العضويات اللي أقدر أقبالها يعني إحنا مقددين حجم العضويات في 2019 واخدين موافقة الجامعية العمومية على خمس تلف عضوية طب الرقم ده أنا جبتوا منين بنشتغلش كده عشوائي إننا خلاص لا إحنا ما عملنا حسابنا إن إحنا هنفتح الملاعب دي هنفتح أماكن للجنوس هنفتح كلاب هاوس أو مبنى اجتماعي جديد وبناء عليه أقدر أستوعب خمس تلف عضوية جديدة يعني بتعمله دراسة للمتوسط المتوقع خلال العام كامل المتوسط العضويات المتقدمة بناء على الأرقام اللي بتجيلكم الفعل ونفس الكلام في التجمع لما قلنا إن إحنا هننجز الخطة الإنشائية بتاعتنا خلال سنة ونص وإن شاء الله إحنا بنضغط جامد مجلس الإدارة وكابتن محمود ما بيتوسش القصة دي مع اللجنة الهندسية فيه ضغط جامد في سرعة الإنجاز في سرعة الإنجاز إن إحنا عايزين قبل سنة ونص نكون جاهزين ونفتح عشان نستقبل مزيد من الأعضاء والناس المحجد نادي الأهلي يعني هنا حضرتك بتصرح للجميع بتقول إن النادي الأهلي بتطمن أعضاءه في كل المقر والأفرع إنه دايما عنده فيوتشر فيجن أو رؤية مستقبلية للمساحة العمرانية من خلال اشتراطات معينة بمساحات الأراضي اللي بياخدها أو بيحصل عليها لأي فرع بالزبط كده وحقول لحضرك الدليل على كده دليل على كده إن إحنا مثلا خلال اعتمادنا للايحة النادي للايحة النظام الأساسي للنادي الأهلي كان فيه جزء من الاعتراض كبير جدا على موضوع اشتراكات الفروع وكان الاعتراض الرئيسي جاي من أعضاء النادي مرتادي فرع مدينة نصر وقالوا لو إحنا تعاملنا كفرع يبقى من حقك تفتح اشتراك الفرع ده الواحده إحنا حجم الكسافة اللي موجودة في الفرع ما تستحملش اشتراكات جديدة وفعلا عندهم حق بنحاول نلاقي حلول دلوقتي والمناطق الجديدة اللي بيتم إنشاءها مناطقة الفود كورت الجديدة مع مناطقة الجلوس الجديدة العضاء حتتبقى أعتقد كان مهان السامح كان قيل إنها حوالي عشر تلاف متر ده بالنسبة لفرع لفرع مدينة نصر ومساحات الانتظار كمان أماكن الباركينج بالزبط كده وبناء عليه لما لقينا إن الكلام ده صح ورجعنا عدد المرتديين ورجعنا فرص التوسط المقود اشتراك أولاد الأعضاء في النشاط الرياضي كل ده حيأثر على مستوى الخدمة المقدمة ليهم أقررنا في الليحة إن فرع مدينة نصر يستثنى من الكلام ده ونفيش اشتراك فرع في مدينة نصر عشان أنا وصلت للكسافة القصوى قدامنا صور من الفرع المختلفة وده الانشاءات الجديدة وعملية التطوير ده في فرع مدينة نصر يعني هنا يا أستاذ إبراهيم حضرتك بتطمن بتقول مجلس الإدارة بيؤكد لكل القادم للاشتراك في أي فرع من فرع النادي الأهلي إنه ما فيش ضغط على الخدمات اللي هتقدم له لأسرته مستقبلا لأن النادي الأهلي بيراعي هذا في اتخاذ مساحات أو الحصول على مساحات ضخمة جدا من الأراضي تكفي لمراحل من الانشاءات ومن الخدمة بالزبط كده يعني أنت عندك يا حضرتك إحنا تقريبا اللي تم إنشاؤه في فرع الشيخ زايد أقل من واحد على خمسة خمسة المساحة اللي حدرتك مستهدفها ومساحة المشروع فأنت عندك توسعات كتيرة طبقا لخطة إنشائية لمدة أربع أو خمس سنوات لكن عندنا حاجات سريعة خلال السنة الجاية إن شاء الله بحيث أقدر أستوعب الخمس تلاف عضوية اللي أنا أقرتها أو خدت موافقتها من الجمعية العمومية نفس القصة في التجمع النهاردة إحنا بنقبل عدد وعملين حسابنا على عدد معين من العضويات خلال السنة الأولى من 3 إلى 4000 عضوية والمفاجأ أن إحنا وصلنا لتلت العدد ده في فترة قصيرة جدا بحيث أن أنا لما أفتح في 2019 ما يبقاش عندي كسافة فأنا النهاردة لو وصلت للعدد اللي أنا محتاجه عشان في المرحلة الأولى تستوعبها حوقف العضوية وحستنى بقى قراجة من العمومية إذا كنا نزود المبلغ للاشتراك التجمع نفس القصة العضوية العامة اللي هي بتسمح لك بارتياد جميع فروع النادي اللي موجودة حاليا أو المستقبلية النهاردة سعر العضوية دي أو قيمة الاشتراك 350 ألف جنيه بداية من شهر فبراير حتبقى الاشتراك فيها 500 ألف جنيه ده برضو احنا رفعناها لأن الكسافة زادت في الفروع بصفة عامة في ميزة بقى للناس اللي بتشترك في التجمع وفي الشيخ زايد الفترة دي إنه لو حاب تبقى لليحة النادي الأهلي اللي أقارتها الجماعي عموية خلال أربع سنوات يستكمل عضويته حيدفع المقياس بتاعه هي قيمة العضوية العامة خلال فترة اشتراكه اللي هو 350 ألف من بعد 1 فبراير لو حاب يستكمل حيستكمل على 500 ألف يعني هنا كمان هل يقول إن في ميزة من هذا التاريخ حتى نهاية شهر يناير 2019 في ميزة في أسعار الاشتراكات في كل المقار لأن في زيادة خلاص بيعتزم المجلس إنها تحدث قررتوها مش معتزم المجلس مقبر مقبر عليها لأن تكاليف لا غير كده كمان أنا خضرك أنا ده مش قرار مجلس إدارة ممكن أأجله مثلا لواحد مارس كان فيه كلام من الناس إن طيب إحنا فيه ناس مسافرة أو ناس بره مصر أو كلام ده كله يريد تأجلوها لمسلا 1 يوليو يتوب السنة المالية الجديدة فده قرار جمعية عممية ما قدرش عدله ما قدرش عدله ده القرارات دي والأسعار دي اعتمدت من الجمعية عممية ما قدرش أرجع فيه فيه يوم 1 فبراير الحاجات دي هتعتمد وهنا برضو بقول إن إحنا عشان برضو حصل لابس للناس إن إحنا موضوع المقابلات الشخصية واعتماد الأعضاء أو كلام ده كله إحنا بنسهل على الناس اللي متواجدة خارج مصر إن هو من خلال توكيل يقدر يوكل حد من قريبه أو الموجودين بحيث ييجي وبيحضر عنه المقابلة وبنطلب منه جميع الأوراق والمستندات وبنشوفها ولو شفناها إنها مستكملة وإنها مستوفية كل الشروط بيتم قبول عضويته من غير ما يضطر إن هو ييجي بنفسه بنفسه بنحاول نسهل على الناس لأن إحنا عندنا كم تليفونات وكم استفسارات من ناس أهلوية جميلة مقيمة في الخليج بحسب ظروف عملها وكانوا عايزين يستفيدوا بسعر العضوية في الفترة دي اللي قبل واحد فبراي فإحنا بنقولهم إن هم يقدروا من خلال توكيل رسمي بيعملوا في القنصلية المصرية للدولة اللي هو مقيم فيها لأحد أقربه هذا توكيل خاص للحضور في النادي الأهلي بالضبط كده ويبعث الأوراق ويستكمل أوراقه كلها إن شاء الله تكونوا موفقين وخطة العمل دي وخطة التسويق للاشتراكات والعضويات الجديدة تلقى كل القبول وتكون لها كمان مساحة من القبول يا رب إن شاء الله تنعكس على الأرقام والإرادات إن شاء الله هنا أكدت كمان إن فيه تسهيلات في طرق السداد أو فيه تنوع في طرق السداد بالنسبة للعضويات الجديدة ومنها فرع التجمع إنه مش لازم يسدد المبلغ كاملا فيه تقسيط على أربع سنوات إحنا عندنا عموما نظام التقسيط في كل الفروع وفي العضوية العامة تقدر تدفع 50% وتقصت الباقي على أربع سنوات بإضافة بعض الرسوم الإدارية اللي أقرتها الجماعية العمومية اللي هي خلال الفترة اللي حضرك عايز تشترك فيها طيب حننتقل لبعض الملفات التانية خلال الإعلان عن برنامج عائلة الأهلي وبرنامج القائمة اللي خاضت الانتخابات وفازت بأكملها بقيادة الكابتر محمود الخطيب حضرتك واحد طبعا من أعضاء هذه القائمة كان في مفاجأة للناس إن الناس توقعت قائمة بيقودها الكابتر الخطيب يتركز على بحكم تاريخه الكبير في الرياضة وفي الكرة على ملفات الرياضة والكرة فقط باعتبرها العنوان الرئيسي للنادي الأهلي ولكن فجئت الناس بإنكم قدمتوا برنامج انتخابي وبرنامج عمل للأربع سنوات بيراعي كل تفاصيل الخدمات وتفاصيل الأسرة واحتياجاتهم الزوج والزوجة أولادهم في النادي هل ده عبء ضخم جدا على المجلس إنجازه لأنه بيشمل كل التفاصيل الخاصة بكل أنواع الأنشطة داخل النادي وفي كل الفروع بدأت الشغل فيها في نفس الوقت مش عايزة أقول كلمة عبء على النادي أو المجلس لكن هو واجب على مجلس الإدارة والنهاردة أنت حطيت رصحت النظام جديد إنه هو أن خضراتك بتدخل وبتقول خطة عملك للجامعة العمومية اللي بتوافق لك عليها من خلال تصويتها ليك ونجاحك كمجلس إدارة أنت ملزم النهاردة بتقدم كل جامعية عمومية كشف حساب عن السنة اللي فاتت إيه اللي أنجزته وإيه اللي ما أنجزتوش إحنا خلال السنة اللي فاتت قلنا إحنا في الجامعة العمومية أنجزنا إيه وما أنجزناش إيه واللي ما أنجزنهوش إيه السبب يعني فيه حاجات يمكن تأخرت شوية في الشيخ زايد فرع التجمع الخامس تأخر شوية بس مقارنة بالموافقات اللي اتخذت كانت تأخرت ثلاث شهور لكن في الشيخ زايد خدت ثلاث سنين فالنهاردة أنا عندي حاجات تأخرت عشان الموافقات العمرانية والإجراءات الحكومية اللي أنا لازم أخذها كمؤسسة عشان أقدر أبني النادي كنت حارسين على مناقشة ده مع عضايا الجمعية طبعا طبعا سبب تأخر في إنجاز أي خطوة بالضبط حضراك مثلا النهاردة عشان أنا أبني الصور بالمنظر ده ويبقى صور مميز للنادي الأهلي وعالمة مميزة حضراك النهاردة النادي الأهلي حصل له براندينج من خلال الصور يعني أنت النهاردة لما تيجي تمشي في الشيخ زايد ولو حضراك سوري تايه في الشارع مش عارف شفت حتقول ده صور النادي الأهلي ده النادي الأهلي حيبع شكله مميز حطينا الكلام ده يعني يمكن ده حصل معي من أربع سنوات كنت يعني خلال مجلس السابق كان في بعض الأهلوية اللي هم بيشغلوا مناصب مرموقة جدا في التسويق وفي الدعاية والإعلان في شركات عالمية وجم وقعدنا عملنا ورشة عمل في النادي فأول حاجة تقلت لنا لما دخلوا يمكن كان أنا فاكر إن كان حد منهم ماسك شركة عالمية في التسويق قال لي أنا مش شايف شكل مميز للنادي الأهلي أنا دخلت النادي الأهلي من باب النيل لحد باب المعلمين مش شايف حاجة تقول لي أنا جوا النادي الأهلي يمكن اللهم ما باب يفتح مكتوب عليها النادي الأهلي لكن ما شفتش حاجة وأنا داخل البوابة هي دي بتقول دي بوابة النادي الأهلي ملعب عليه شكل النادي الأهلي ويمكن ده اللي احنا اتكلمنا عليه خلال الانتخابات اللي فاتت أو الحاملة الانتخابية بتاعتنا وقلنا إن احنا في حاجات كتير حيتم شكل تغير شكل الوقت بحيث تعكس روح وأصالت وتاريخ النادي الأهلي وبحيث إن حركته بقاعد جوا بتقول أنا موجود داخل النادي الأهلي ده يعني كتسويق وكعلم حديث لإدارة المنشآت احنا بنشوف كل المنشآت النهاردة بتاخد شكل مميز لها فأعتقد إن النادي الأهلي مش أصغر من أي مؤسسة بالعكس النادي الأهلي يفوق كل الكلام ده لو قلنا لو وصفناه بإنها شعار النادي الأهلي ما ينتجوا؟ أنه علامة تجارية أو تسويقية فقط dialامة رياضية وعلامة تجارية وتسويقية بالذب حاجة شكل مميز لا بد أن تستثمر بالذبط زي فنلة النادي الأهلي حركة النهاردة بتقول شكله فنلة النادي الأهلي وبتعلن عن شكله فنلة النادي الأهلي والشركة الجديدة اللي حركة متعاقد معها حتبتدي من المطشجة إن شاء الله تتنزل بالتشيرت ده علامة مميزة للنادي الأهلي نفس القصة برضو. شكل منشآت النادي الأهلي لازم تعكس صقافة وشخصية النادي الأهلي. بالضبط. المردود عند الأعضاء لما لقوا أن فيه حجم إنفاق لأنه بيستهدف تحقيق ربح في الأسوار في الحصول على موفقات عشان صور النادي الأهلي يستغل إعلانياً وتجارياً في بعض الفروع كمان اللي هيبقى فيها محلات تجارية زي ما شرح المهند السامح علي كامل في لقاءنا معاه. بالضبط. المردود عندك ثلاث أبناء لازم تصرف عليهم بما يرضي الله زي ما بيقولوا. أو بالتساوي. وعلى حسب الأولويات. أنا النهاردة عندي أولويات. النهاردة عندي إنشاءات وعندي تطوير وعندي الصيانة. الثلاث حاجات دول بقوا مرصخين جوة نادي الأهلي وده اللي بينعكس على الخدمات جوة نادي الأهلي. يمكن شوفنا حاجات كتير وأماكن كتيرة جوة نادي الأهلي حصل لها صيانة خلال الفترة اللي فات واتطورت وانعكس في شكلها والمهندس السامح علي كامل إدى تفصيل عن الأماكن دي كلها برضو نفس القصة في أماكن جديدة بيحصل لها امتداد أو تغيير لشكلها تماما عشان تستوعب عدد من الأعضاء زي منطقة الجلوس ومنطقة الفوت كورت الجديدة في مدينة ناصر غير الفروع الجديدة اللي احنا بننشئها فرق التجمع أو فرق الشيخ زايد اللي بتتوسع فيه والفرق اللي بتأسسه كلام ده مردود وجميل جدا عند أعضاء ولما بتشوف الناس مبسوطة الناس بتتكلم الناس بتقول وجهة نظرها بنستمع للأعضاء في ناس ليها وجهة نظر بتحترم في ناس من بتطالب بزيادات معينة في حجم ملاعب معينة لأولادها حمامات سباحة كلام ده كله بقدر الإمكان بنحاول نغطي المتطلبات الأعضاء دايما بيبقى عندك زي ما المهند السامح علي كامل قال بالزبط عندك دايما التحدي الكبير بيبقى في الجزيرة لصغر حجم المقر الرئيسي ولأنه خلاص بقى مشابق يعني كله ما فيوش مساحات جديدة لكن عايز إبداع في التصور لكن بنحاول نزود بنحاول زي ما حراج بتقول تستفيد من كل ركن ويبقى فيه نوع من أنواع الإبداع للاستفادة من الأجزاء المتاحة في النادي حتى دون وجود مساحات جديدة بالزبط بالزبط الخدمات أعتقد وأزعم أن النهاردة وأنا قاعد محرارتك أن النادي الأهلي يوصل بمستوى الخدمات بتاعته ما يفوق أندية كبيرة جدا كانت في الماضي القريب أفضل من النادي الأهلي كاسم على مستوى النادي الاجتماعي مش الرياضي بالزبط لا النادي الرياضي ده أعضية تانية قاعدنا نستبعد الرياضة أنها كارج المنافسة أنا بكلم على التنافس أنا بكلم على الجزء الاجتماعي كان دايما يقول لك النادي الأهلي الرياضي المميز جدا بس اجتماعيا سيء جدا سيء للغاية النهاردة حضرتك فيه أعضاء مشترقين بيشتركوا في النادي فلاني ونادي ده بشهادتهم هما وبشهادت بعض الزوار اللي بيجوا مع الأعضاء يقول لك لا النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت عدى بمراحل سواء الخدمات لأن النهاردة الأعضاء لما تدخل مثلا غرف الملابس التواليتات المنافس البيع هو ده اللي يهمهم مستوى المطاعم الموجودة في النادي بيلاقي مستوى نظيف بيلاقي مستوى ناسبهم أزعم أنه يقرب جدا من مستوى الخدمات الفندقية في أماكن كتيرة إن ما كانش يفوقها فالنهاردة الحمد لله قدرنا نوصل بالمستوى الاجتماعي لمستوى متقدم وراقي جدا ومازلنا في عملية التطوير ليه وبنضيف عليه بحيث أن الناس تلاقي الجزء ده وبرضه فيه جزء رياضي اجتماعي لأنه فيه جزء رياضي الناس بتحب طب في الجزئية دي قبل ما ننتقل لجزء رياضي أستاذ إبراهيم يعني هل بتأكد للمشاهدين وأستاذ الأعضاء أعضاء الجامعية العمومية إنه فيه دراسة للسوق بتحصل مع كل خطوة جديدة بتحصل إنشائية أو خدمية في النادي سواء في المقار الموجودة أو في المقار الجديدة زي التجمع إنكم بتعملوا سيرفي بتعملوا دراسة بتعملوا نوع من المقارنات طالما عايزين الكواليتي والخدمات ومستوى الخدمة اللي بتقدم وكل المرافق اللي بيتم التعاقد معها لتقدم خدمات للأعضاء إنها تبقى نمبر وان أو أعلى مستوى مقدم في مصر يعني يمكن مجلس الإدارة بيدوم من الكوادر اللي هي بتشتغل سواء رجال أعمال اللي عندهم شغل حر أو الناس اللي بتشتغل في مؤسسات مؤسسات عالمية أو مؤسسات متميزة محليا عندهم من الخبرات اللي بيعكسوها في ملف الإدارة دايما حرارتك ما ينفعش تبقى متواجد في جزيرة منعزل عن المنافسين بتوعك هنا المنافسة بتختلف هنا بقى المنافسة على مستوى النادي الاجتماعي لازم النهاردة طب أنا سعر 200 ألف جنيه في التجمع أنا حددته إزاي حددته بناءا على دراسة الأندية المتواجدة في التجمع بتقدم إيه مساحيتها قد إيه إيه الخدمات اللي بتقدمها الأعضاء واشتراكها كام وأنا يعني أنا شخصيا حصل معي أحد رؤساء الأندية قابني وقال لي أنتوا فتحتوا بكام قلت له بمبلغ كذا قال لي أنتوا كده ضربتونا ضربة جمدة جدا نحنا رفعنا الاشتراك بتاعنا لكده بس إحنا عندنا ميزة يعني النادي الأهلي هيقدم نفس المستوى أو ربما أفضل والقيمة أفضل مقارنة به بنفس القيمة المالية لأن أنت حضرك لما تيجي تتكلم هتشترك في النادي الأهلي بالمبلغ ده ولا نادي تاني بمبلغ نفس المبلغ أو أقل شوية لا النادي الأهلي طبعا بيبقى لي وفي الحسابات اللي حداك أشرت إليها أولا مستوى التصميم والمساحة المستقبلية المتاحة للتوسعات وقبل كل ده اسم النادي الأهلي ونجاحاته ونادي اللي أنا عايزهم يعني للأعضاء المستقبل للرياضي وداخل عشان ولادك يشتركوا في نشاط رياضي أنت النادي الأهلي مش محتاج تراجع عليه أو مش محتاج تبع عندك إن ده قد نشكل بالضبط كده عمري ما حفتح نادي طرفيهي عمري ما حفتح نادي اجتماعي فده بيضيف ميزة تانية للعضوية دي أنا أولادي هلعب نيضا جوال نادي الأهلي إحنا النهاردة عندنا لما جينا ندرس في التجمع في أماكن وكينات صغيرة جدا بتفتح بس لمجرد إنه بيفتح ملعب سكواش بيفتح حمام سباحة صغيرة في مساحة محدودة في مساحة صغيرة جدا بيفتح حاجة للبينج بونج يعني بتقدم خدمات صغيرة جدا فالتجمع كان عنده تعطش لوجود كيان رياضي باسم وتاريخ النادي الأهلي عشان كده لما عملنا الدراسة دي قدرنا نوصل للرقم اللي نستهدف نفس القصة في الشيخ زايد بعد التوسعات والميزة والتميز في الخدمات اللي موجود في الشيخ زايد مقارنة ببعض الاندية الاجتماعية اللي موجودة في منطقة اكتوبر والشيخ زايد لقينا إن السعر الحالي أقل بكتير من اللي المفروض يبقى موجود عليه وبرضو بعد الزيادة اللي حتحصل مياه 75 ألف مازال سعر النادي الأهلي مميز بداً للشتراك لقيتوا إن السعر المفروض يبقى أعلى كثيراً مما هو الآن بالضبط أنا حالك بتقول إن مستوى الخدمة المقدم أعلى من السعر فالدراسة دي إحنا عاملينها ككل برضو نفس القصة على العضوية العامة خرارك النهاردة عندك شبكة أندية وعندنا خطة للتوسع عشان نغطي كأننا قسمنا مصر لمناطق ريجل إن النادي الأهلي خدماته تشمل كل المناطق لا نحن كمان بي عندنا خطة مستقبلية للخروج خارج القاهرة للوصول لمحب النادي الأهلي في المحافظات لأن عندنا كم طلبات غير طبيعي لإقامة أكاديميات أكاديميات ومدارس ألعاب خارج نطاق النادي الأهلي في المحافظات دي إذا كانت المحافظات دي متطلبة الأكاديميات دي ليه ما روح لهاش بالألعاب بتاعتي لأنه هيحقق تسويق وأرباح عالية لأن شعبية النادي الأهلي بتسبقه في كل المحافظات ومدارس المصرية طيب قبل من اختتم الحوار دي أستاذ إبراهيم الكفراوي رئيس لجنة العضوية عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لو حابب تختتم هذا الحوار بعد الكلام المهم اللي قلناه وكان فيه توضيح ومكشفة مع السادة المشاهدين وأعضاء النادي اللي بيتابعونا دلوقتي بأي رسالة حابب توجيهها على مستوى كرة القدم للجماهير أو على مستوى كل ما يقدم من جهد والمستهدف إن شاء الله وأي تحديات بتواجه المجلس الفترة دي أي رسالة عايز تختتم بيها وتوجيهها للمشاهدين والأعضاء خلينا نبدأ الأول بالملف اللي احنا كنا شغالين فيه وملف العضويات وبقول إن احنا النهاردة 20 يناير احنا بصفة يومية لجنة العضوية متواجدة وبتعمل لقاءات مع الأعضاء من هنا لآخر الشهر وأي حد حيقدم من هنا لآخر الشهر احنا مطالبين بيه طبقا لللايحة إن احنا نغطي طلبه لو قدموا لحد يوم 31 احنا حقوا إن احنا هنغطي طلبه ده فالنهاردة دي فرصة من هنا لآخر الشهر إن الناس تشترك لأن ده هيبقى بنفس القيمة المالية لقبل الزيادة في واحد فترة والمميزات اللي تكلمنا عليها كلها بنقدم تسهيلات في التقصيد وأكتر من كده إحنا بعض البنوك المتخصصة في تقصيد عضويات النادي لأن في ناس اشتكت إن ما عندهاش إمكانية التقصيد دفع الـ 50% المقدمة ففي ناس طلبت إن يبقى التقصيد متساوي مثلا على 5 سنين 6 سنين 7 سنين إحنا كنادي أو كالتزامات عشان أقيم النادي وأنشئ ما أقدرش أدخل في الحتة دي فيه الناس متخصصة في الكلام ده فعندنا بعض الشركات المتخصصة في الفينانس أو في التمويل التمويل للحاجات دي بالإضافة للبنوك عندنا بكرة لقاء مع أربع بنوك هما اللي جلنا وطلبوا مننا فيه اتفاقيات بتتم مع بنوك عشان جدولة عليه تسداد الاشتراكات وإن شاء الله أستاذ خالد درندلي يكون قادر أنه يحضر لأنه لسه رجع حالا من الصفر يبقى موجود معنا بصفة أمين صندوق النادي موجود معنا عندنا منقشات مع أربع بنوك بكرة وبنستقبل لسه طلبات البنوك اللي حابة أنها تمول عضوية النادي الأهلي بحيث أن أنت تسهل على الناس اللي مش قادرة تدفع الخمسين في المية فبنحاول نشوف جميع البدائل المتاحة للناس اللي تسهل عليها هتوفرهم أكبر قدر من البدائل الاشتراكات بالزبط بالنسبة للأعضاء الحاليين واللي موجودين اتكلمنا على الخطة الإنشائية وغطناها اتكلمنا على الخدمات إحنا عندنا استعداد نسمع وعندنا استعداد نشوف فعملية العمل والتطوير دايما عملية الصيانة والتجديد دايما لكن عندنا استعداد دايما نسمع أراء الأعضاء ونستقبلهم وإدارة النادي التنفيذية بتستقبلهم وبتسمعهم وبتوصل لمجلس الإقدار اللي بيدرس ويشوف اللي يقدر يعمله اللي هو ساعات بتبقى الحاجات ممكن يبقى شيء صعب تنفيذها أو ممكن يبقى شيء بجابي جدا ساعات بتبقى حاجات محتاجة تمويل ما قدرش عليه حاليا ساعات بتبقى أمور محتاجة موافقات بتاخد وقت أكتر لكن بندرس كل مقترح وكل طلب مقدم من أي عضو من أعضاء الجامعة العمومية عشان إحنا موجودين كده نيجي بقى الأخير الملف الجماهير واللي هي الجامعة العمومية جزء منه يعني كان فيه دايما نغمة إن الجامعة العمومية هي بتهتم بالنادي والخدمات الاجتماعية أنا عايز أقول لحضراتك لا إحنا النادي الأهلي ده يعني بوتقة كبيرة بتعكس مصر وأصالة مصر وأي حد مصر دايما أصالة مصر وجمال مصر في إيه إن أي حد دخل مصر استوعبته وبقى جزء من حضارة وتاريخ مصر ومفيش ثقافات دخلت على مصر إدرت تغيير نفس القصة أي لعيب أي عضو أي واحد أي عضو في منظومة جماهير النادي الأهلي أو في أسرة النادي الأهلي دخل في المنظومة دي دخل في البوتقة دي وبقى جزء من أسرة النادي الأهلي وبقى مجغول بالنادي الأهلي وبنتاج النادي الأهلي احنا كنا الفترة اللي فاتت اللي حصل فيها عدم توفيق بتدخل من باب النادي يعني انت شبه تكون يعني الناس يعني مش عايزة اقول داخل الميتم او عزها لكن الناس بين على وشوشها مدى الحزن والقاسة فالأمور كرة القدم كمان ضمن الهتمام المشترك بتنعكس على الجماعة العمومية طبعا وحوارك المشترك مع الجماعة العمومية طبعا انا بطلب من الجماهير ومن محبي النادي الاهلي ان ده وقت ان احنا كلنا نتكاتف نقف في ظهر النادي الاهلي اوعوا تسمعوا لكلام ناس مغردة ناس ليها اغراض معينة النادي الاهلي اكبر من كده مجلس ادارته جزء منكم جزء من جماهيره قلبه على النادي الاهلي ويهمه نتاج النادي الاهلي لكن ادارته تختلف عن تشجيعه واحنا مشجعين بنقول اللي احنا عايزينه لكن احنا مسؤولين لازم ندرس وناخد قراراتنا بالراحة وبدون اي انفعال وبين الاجراءات والشكل المؤسسي اللي اكد عليه الكابتن الخطيب بالزبط ودايما دايما احنا مجلس ادارة دايما مش في الفوز مجلس الادارة بيبان قيمته واهم وقوته في ظروف الصعبة في ظروف الصعبة بحيث ان يحصل التكاتف وعادة البناء وان شاء الله بيرجع احسن من مكانه وبقول من هنا من برنامج حراج انا متفاعل جدا جدا بالحصل والتطوير اللي حصل في فرقة كرة القدم وان شاء الله باذن الله السنة دي هتكون المرة الواحد واربعين ما هيش جديدة خالص على النادي الاهلي انه يبقى متعسر في الدور الاول يمكن شوفنا ظروف كنا متعسرين فيها اكتر من كده 13 نقطة 13 نقطة والفرق المنافسة ده بس 13 نقطة بعد ما لعبتهم الدور الاولاني النهاردة انت لسه ملعبتش المطشين الدول ان الاهلي قادر على تعويض حتى فارق اكبر من كده لا لا ان شاء الله باذن الله ويفوز بالبطول الدوري ده باذن الله من نصير النادي الاهلي باذن الله البطولة الافريقية ان شاء الله نكون مفقين فيها هذه المرة نتمنى كونوا موفقين وباذن الله يستمر العمل ونشوف نتائج افضل ونشوف كمان انجازات زي ما حضرتك قلت الحديث عنها يكون بعد اتمامها والانتهاء منها والاعلان عنها هو حالة الحديث باذن الله باشكر حضرتك وباشكر جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي اللي استمعت ويرب نكون عند حسن ظنهم وأشكرك جدا وأشكر قناة النادي أشكر حضرك على وجودك معنا وموفقين إن شاء الله في عمل المجلس الفترة اللي جاية أستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس دارة النادي الأهلي ورئيس لجنة العضوية في النادي الأهلي شكرا لحضرتك أشكرك جزيلا شاهدينا نهاية هذا الحوار وهذه الفقرة من فقرات الأهلي ليلى هذا اللقاء مع الأستاذ إبراهيم الكفراوي عضو مجلس دارة النادي أهلي ولكن ابقوا معنا أشكر حضراتكم على المتابعة ولكن البقية تأتي مع كل من زميلي العزيزين أمير هشام وعمر ربيع يسين وأعتقد أن الفقرة الجاية مع الكابتن أحمد سامي هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع يسين ولكن بعد الفصل شكرا لحضراتكم على المتابعة شكرا لحضراتكم على المتابعة